ونفكركم بتاريخ جعفر ولي باشا جعفر ولي باشا من موليد 1880 اتعلم في المدرسة الناصرية الابتدائية صب الخدوية السنوية وكان كابتن فريق الخدوية لكرة القدم دخل القسم الإنجليزي بمدرسة الحقوق وتخرج عام 1903 التحق بالنيابة بعدها انتقل للعمل في وزارة المالية ثم وزارة الداخلية اللي ترقى فيها لغاية منصب وكيل وزارة الداخلية سنة 1918 تولى منصب الوزارة في عدة وزارات مختلفة فكان وزير الأوقاف عام 1919 وكان أصغر من تولى الوزارة في تاريخ مصر في ذلك الوقت وتولى وزارة المعارف وزارة الحربية والبحرية وفضل عضو بمجلس الشيوخ مدى حياته تزوج ابنة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأصهر وكانت بداية ارتباطه بالنادي سنة 1909 كمساهم وعضو عادي لكن في مطلع 1916 اجتمع أعضاء اللجنة العليا للنادي واختاروا عبدالخالق ثروة رئيس للنادي وجعفر ولي باشا وكيل للنادي وفي 14 فبراير 1924 تولى رئاسة النادي الأهلي يعني استمر في مناصب إدارية بالأهلي حوالي 28 سنة منهم 8 سنين وكيل وحوالي 20 سنة رئيس عايش فيها النادي فترة من أزهى فتراته تضعفت بساحة النادي ونال الرعاية الملكية وظهر أول شعار للنادي وتم بناء مدرجات لملعبه الرئيسي وتم إنشاء ملاعب لكل ألعاب النادي وظهرت أول مجلة رياضية للنادي في تاريخ مصر وأنشأ النادي أول معهد رياضة مصر وبدأ بناء حمام السباح مش كده وبس رفض نقل النادي الأهلي من مكانه لأرض تانية عند مصرح البلون حاليا وكان طول فترة رئاسته ورى تثبيت مبادئ الأهلي وشخصيته المستمرة لغاية النهاردة مهموش خسارة بطولة أمام إعلاء المبادئ فظهر في عهد وشعار الأخلاق والمبادئ فوق البطولات أما عن خدماته للرياضة المصرية فكان ورى تمصير اتحاد كرة القدم سنة 1921 وأول رئيس له وكان واحد من اللي أسسه اتحاد الملاكمة سنة 1923 وفضل رئيس له لغاية وفاته وعمل على تمصير كل الاتحادات الرياضية وتمصير الاتحاد المختلط وتحويله لاتحاد مصري وتمصير اللجنة الأولمبية المصرية وعشان كده أطلقوا عليه شيخ الرياضة وسلطانها ونصرها رحم الله جعفر ولي باشا ترجمة نانسي قنقر